جمعت لكم في الفيديو ده أربع وصفات صحية مناسبة للضيت ومناسبة كمان لمرضى السكر شفاهم الله وعفاهم بقى طعمة مختلفة ما بين سناك صحل وكمان ما بين حاذق رئيس وقرص بديلة للخبز الصحي مشبع جدا كمان هنعملها بكل سولة بدون بيد وبدون دهون وكمان بدون دقيق أبيض نبدأ نشوف مع بعض الوصفات السلام عليكم أهلا بكل متابعين هنعمل مع بعض النهاردة سناك صحي 100% بسكويت السمسم أو كوكيز السمسم هنعمله بكل سهولة بسيط جدا مفوش ولا نقطة دقيق ومفوش كمان بيد نبدأ بسم الله عندي مقدار نصف كباية من السمسم هضيف عليه قطع أو صوبع من الموز المستوي وبعد كده هضيف معلقة من العسل الأبيض نقدر نستغنى عن العسل هبدأ أننا أقلبهم أو هبدأ أننا أعجن فيهم مع بعض علشان أهرس الموز وأقلبه مع السمسم ومع معلقة العسل زي ما احنا شايفين خلاص هي دي المكونات جبت قالب الكوبكيك ورشيت فيه بالبخاخ بتاع الزيت زيت عادي جدا زيت نباتي وبعد كده ضفت معلقة معلقة من خليط السمسم مع الموز وبعد كده هبدأ أننا أوزعه وأبطته بظهر المعلقة أو بكباية لحد لما أسويه وعمل معي خمس قطعة حسخن الفرن بتاعتي وبعد كده هدخله على الشبكة أخذ بالزبط 10 دقيق ل 12 دقيقة على حسب طبعا نار فرن كل حد فينا بعد كده خرقته وده شكله طحفة بجد تحلية أمر سهل وبسيط وسريع وكمان ما فيهوش أي حاجة هتقدر توقفنا في عميله يعني اقتصادي 100% ناخده سناكس في اليوم بتاعنا في الضيت مشبع جدا جدا يا جماعة وسكره مصبوط تقدروا تستغنوا عن معلقة العسل الأبيض وتكتفوا بالسكر بتاع الموز جربوه وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة ساحتين تعالوا لما أقولكم على بديل الخبز مشبع ينفعنا في الضيت هنامل مع بعض قرص من البطاطا الحلوة طحفة مشبعة عتصد معنا 4 ساعات يلا نبدأ بسم الله هاتي قطعتين من البطاطا مشوية أو مسلوقة أشاريها وهرسيها 3 معلق كبار من ديء الشوفان عليهم وضفيها رشوا من الملح وقلبي وهرسيهم جوا بعض كده ويعجيني معلقة من السمسم حطيهم عليهم وقلبيهم كونا خلاص وقطعناهم كور هاتي طبق وخدي كورة كورة وبططيها بالشكل اللي احنا شايفينه خلصي الكمية كلها يلا بينا على البتجاز ونسويها طاصة حطيها على البتجاز من غير ما تتمسح حاجة أو للطاصة ما تسخن رسي فيها قطع القرص زي ما احنا شايفين وكل ما تاخد لون من ناحية قلبيها خفيف قوي 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 اضغطي عليها اول لما تلاقيها استاوت خرجيها بفوتة نظيفة وغطيها وصحتين وعافية كليها يلا نعمل مع بعض وصفة سهلة وسريعة بديلة للخبز الصحي هنعمل مقرمشات أو قرعيش من الجبنة القريش بدون بيد يلا نبدأ بسم الله هنجيب اول حاجة لبولة بتاعتنا ونحضرها كباية من الديق الأصمر الحبة كاملة وضفناها رشا من الملح وزودناها معلقتين كبار من الجبنة القريش وعليهم معلقة كبيرة من زيت الزيتون وضفناها بالمعلقة اللبنة وبعد كده محضرة كباية من المياه الدفعة معلقة كبيرة من حبة البركة هنضيف المياه شوية شوية لحد ما تتكون معي عجينة بالشكل ده بين كسين هنفرضها بعد ما فردناها وبطتناها هنجيب القطعة بتاعتنا أي شكل متوفر وحنقطح السينية محضرنا ممسوحة مسحة من الزيت ورسنا فيها العجينة في الفورنا على الشبكة ودخلناها 12 ديئة وسويناه وتلعت زي ما احنا شايفين جمال مش قادروا صفو طعم لا يقوم وصحتين الفورنا اشتركوا في المخ穴 أحنا شركة investor والكعباد وینجر كتبعة شرب 1500 �升 شرب 1500 � Подوم شرب 7 شرب的 شرب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة